عموماً ده على الصعيد الكروي لكن كمان على الصعيد الإداري مجلس إدارة النادي كان اجتمع الجلسة الممتدة انبارح استكمل بها الجلسة الأولى المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب واتخذ عدداً من القرارات المهمة قرر المجلس تكليف الأستاذ إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي وذلك بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لعرضها على مجلس الإدارة دور مهم للأستاذ إبراهيم الكفراوي كل الناس اللي عندها خبرات ومش بصة لهوانا مكاني في النادي كما تعودنا دائماً ولاد النادي للحقيقيين لابد من الاستفادة من خبراتهم والحقيقة أن النمازج الرائع اللي بيقدمها الكفراوي وراني علواني وزملائهم في أنهما في أي حتة حيدوك كمان قرر المجلس تكليف الدكتور هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب أيضاً لعرضها على مجلس الإدارة واعتمد المجلس اللائحة المقدمة من المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجانة التي تهدف إلى توسيع المشاركة وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان وتفويض الكابتن حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري وكرة القدم التي تنعاقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد تحاد الكرة بقاله تلات أيام فاتح باب الترشيح وحتى الآن لم يتقدم أحد كل واحد بقى بجاذ نفسه في اللحظات الأخيرة وهو يبدو أن الانتخابات يعني مش فهم إيه الحكمة في الغموض للحظة الأخيرة حتوضيف إيه يعني إلا إذا كان فيه تردد أو حتى الآن يعني طبعاً الانتخابات هتتعمل بالقايمة ففي بعض القوام بتتسرب والباقي لسه بينتظم وممكن يكون في بعض القوام لم تستكمل يعني ونسا تخرج من القايمة دي تروح للقايمة دي يعني واضح أن هيحصل آه هيحصل خروجات ودخولات انتظاراً للتقديم الأول لأنه زي ما أنتم عارفين دي الأول مرة الانتخابات عشان لما النادي الأهلي كان بيعمل قايمة عرفياً مش مش إلزامية لكن كان بيحبس فكرة القايمة الأهلي الناس ترجع تقولك بس ده حجرة على أو حجرة على الجمعية العمومية وده حرمان للعضو من أنه يمارس دوره في الانتقاء أهل فكرة تاخدت لاتحاد الكرة نفسه لا 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 ما عليش يا أستاذ إبراهيه اللي بيقول كده بيغالط النادي الأهلي بيقول أنا نازل بالقايمة دي انتخبونا مع بعض لكن ما بيقولش ما بيقولش صوتك يا بطل أو القايمة بحالة تسقط أو تنجح إنما الانتخاب بالقايم أنت القايمة دي إذا نجحت بتشيل حد ممكن يكون مش واخد أصوات ما أنت بتصوت على القايمة بس بتصوت على القايمة يدي 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 فبتشيل القايمة بحالة تنجح يا القايمة بحالة تسقط هو حتى الآن القايم المعلنة قايمة برئاسة الكابتن حسن فريد وقايمة برئاسة الأستاذ جمال علام وقايمة أخرى لم تعلم بعد يمكن الأستاذ محمد الطويلة نوه إليها وقيل أنه في وزير رياضة سابق هيكون على رأس هذه القايمة حتى الآن لم يعلن أي شيء وكان المهاتف محمود طهر أربع قوية بتقول أنه حينزل لكن مش واضح أن الرجل أخذ قرار في هذا الأمر القرار المهم اللي أنا قلت لحضراتكم عليها هكمل لكم القرارات استمرار رئاسة المستشار محمود فامي للجنة القانونية على أن يقوم بتشكيل اللجنة واختيار الأستاذ محمد عثمان مستشاراً قانونياً للنادي وتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وعضوية الأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الجرحي عضوي المجلس ولم يأم اختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدول السابق مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي وتكليف هذه اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها في تطوير موارد النادي الأهلي يعني دراقة لجنة تنمية الموارد ايوة لكن كان